تعالوا كده بسرعة بيقول أنا بحب حضرتك جدا إسلامنا بتقول أنا بحب حضرتك جدا أنا عندي سؤال إزاي أقنع أصدقائي أن هم يعملوا حاجة صح وهم بيعملوا غلط وانصحوا مبعادوا عنها الهزار بشتايم ودي حاجة وحشة جدا والله أنت عاسل خالص يا إسلامنا سبب عزتنا أنت وأنا بدايك جدا بدي حاجة وحشة وبتقلم من كده حاجة تانية أنهم بنات يعني وحشة جدا لو هم بيقولوا الألفاظ دي طبعا وتاني حاجة هل يجوز هل يجوز إيه بقى أن أتجنبهم ولا يبقى حرام علي حديثة نابعة سبب عزتنا طب بص إسمعوا إسمعوا يا إسلامنا سبع بعزتنا بص سؤالي الجميل جدا أولا موضوع أن تبقى بنات وبتشتهم بتقول ألفاظ جرحة وحشة جدا وحشة جدا أنا جيت في حالة قبل كده قلت على حاجتين خاصة بالبنات كلامي المتدول في الشارع وفاكرة ندير روشنة وفاكرة ندير بقى اللي ماشاء الله حاجات اللي بتواكب العصر والشارع وكلمة مش عايزة أقولها بكلمة بدقة بحرف الفا فحت ولا نعرف إيه والتانية بدقة مش عارفة إيه واخدين إيه سيفن إيه دي حاجة كأنها يعني إيه حاجة طحفة بقى ودي دي مير روشنة غلط مفيش بنت تبقى كده البنت طيبة الكلمة بركة الكلمة طيبة الكلمة حلوة المعشر مكانها كده ووجود موجود بنت في البيت آه ده ما قالش المؤنسات الغاليات من فراغ البنت ريحانة البيت وهي في أي مكان موضع كده كلام لطيف طيب نفاعة مباركة صلحة طيبة احنا قلنا طبعا صفات الطيبات دي عاملين إزاي فما ينفعش بنت تطلع لي لفظك تتخض على فكرة مرة كان في شاب قلت لكم وحكت لكم القصة دي حكيها لكم تاني كنت بدي محاضرة في جامعة حلوان وبنات بعد المحاضرة بيكلموني في أسئلة وقفوا تقريبا تساعة لربع والولد ده ماسك الموبايل ساعة لربع بيرد على بنت آه ها ساعة لربع وبعد أما خلص طبعا ما ليش ده ما عرفش بعد أما خلص لقيته بيكلم الصحبة الشباب اللي حواليه ده بنت المش عارفة كذا 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 بتقول كذا 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 تخيله بتقول لي كذا 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 طبعا يعني مش عايز أقول لكم عملت فيه إيه قدروا أنه كان واي بجنبي طبعا كون أنه ولد حتى هو إيه طول المكالمة إيه ومانسي جدا وحبيب درجة أولى بقى ودونجوان وحاجة عزيل فول لكن التعليقات بعد كده ايه ده بتقول كذا مجرد الكلام البازيئ أو الحركات يعني أنا قلت الألفاظ والحركات بصت لا مش عارف عملت ايه وعملت ايه ومش عارف ايه حاجات بتحصل كده ويه ده حتى حاجات يعني مايصحش مش عايزين نوصف أكتر من كده ماينفعش بنات يبقى بالسمت ده ده جزء الجزء بقى التاني أنصحهم ولا لأ انت سألي نفسك يا إسلامنا سبب عزيتنا انت سألي نفسك هل أنا عندي من قوة الشخصية أننا أنصح وما تقصرش ولا بنصح واتحك كده ده جميل قوي اللي بيعملوا ده وفرحانة جدا بالسمت ده لو أنت من السمت أنت عارفة أننا لأ أقدر ان شاء الله أنصح وأمر بالمعروف وكذا ما تقصرش بيهم وما أهد محودهمش مثلا أو أننا داهن معاهم أو يخدوا في حديث استغفرة أخد معاهم لأ كده غلط كده حرام كده كذا بالحسنة طبعا ومن أحسن إيه قولا أحسن صغة تفضيل ممن دعا إلى الله وعملنا صالحة فالفكرة في القول أنه يكون أحسن القول وقلط في الكلام لقيت نفسك من نوع ده لا لقيت نفسي بتأثر وليقيت نفسي بقوله وكلمات كده في نص الكلام بتقول لا 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 خلاص كده يبقى مش هجر ولا بتاع سلامه عليكم أنتوا عارفين أنا باجي ما فيش شتين عارفين أنا باجي ما فيش استغفرة الحركات دي لكن هم والله بيبقى من جواهم عارفين إنك صح وعارفين إن كلامك صح بس بيجادلوا شايفيني ديرا وشانا أنا بقولكم مش ديرا وشانا خالص خالص بتطلعك بره إطار الأنوسة مش عايز أقولك بيطبقى إطار إيه تاني خالص فخليكوا بنات خليكوا أنسة وفرح إنك أنسة